اهلا بحضراتكو في فقرة من فقرات الخيال العلمي مؤسسات علمية كبيرة جدا في العالم بدأت من فترة طويلة تبتكر وتخترع أنظمة استثنائية في مجال علوم البيانات وتكنولوجيا الحاسب الآلي آخر هذه الابتكرات اللي سمعنا عنها هو تصميم جهاز اسمه الكمبيوتر الكمني ده كمبيوتر قد المايكروشيب قد السيم كورد الكمبيوتر ده هيبقى جواه بقى بروسيسور وجواه الستورتج بتاعته وجواه كل حاجة وبيعالج البيانات وبيحللها وفيه ذكاء اصطناعي فيه كل حاجة وبيدي نتيجة كمان الكمبيوتر ده هيعمل ثورة حقيقية في عالم صناعة البيانات علشان كده احنا النهاردة حنسأل ايه الطفرة التكنولوجية اللي حنشوفها في المستقبل ازاي حنقدر نستفيد منها هل مصر يعني يمكن ان تكون جزء من هذه الصناعة المتخصصة في علوم البيانات احنا حتى الان عندنا طفرة في صناعة البرمجيات لكن لسه ما وصلناش للهاردوير احنا بنعمل سوفتوير لكن الهاردوير طبعا احنا عارفين التايكونز الكبيرة في العالم هي المسيطرة عليها ده بالعكس ده منها صراع كبير حتى شفنا ازمة الرقاق الالكترونية ما بين الصين وامريكا وازاي كان التنافس النهاردة ضيفنا الدكتور محمود عبدالعاطي نائب رئيس الاتحاد الافريقي للرياضيات استاذ المعلوماتية الكمية في جامعة سهاج بنوره النهاردة في السوديو صباح الخري مصر اهلا بحركة فانتو اهلا وسهلا بي سريعا ما هو هذا النوع من انواع الكمبيوتر اعلقته بالشيب او السيم كورد اللي ايلون ماسك قال عنه او صرح عنه بيل جيتس وخطر ولا مش خطر سريعا الكمبيوتر الكامل خلينا نعرف الاول الكمبيوتر الكامل من البداية في سنة 1965 فيه كان جوردن مور جوردن مور ده كان اللي هو الرئيس التنفيذي لشركة انتن قال ان احنا بنطور الحاسبات كل سنة بنزود السرعة الضعف يعني نزود عدد الترانزيستورات الى الضعف نزود عدد الترانزيستورات للضعف يعني معناها بنقلل كمان الحجم للضع للنص القانون ده بيقول ان احنا لو استمرنا ان احنا نزود عدد الترانزيستورات ونقلل الحجم يبقى هنوصل في مرحلة من المراحل ان يبقى الحجم بتاع الترانزيستور ده هيبقى زي الزرة وبدأوا يصغروا ويشتغلوا لحد لما وصل لحد خمسة نانو نانو متر الحجم بتاع الزرة يتراوح من واحد من عشرة لخمسة من عشرة نانو متر بدأت الفكرة في سنة خمسة وستين كده جاء في سنة في التمانينات ريتشارد فيمن ده كان واخد جائزة نوبل فبدأ يفكر طب وإحنا ليه نستنى لحد لما نتوقف وما نقدرش نسرع الكمبيوترات ما نقدرش نعمل ترانزيستور أسرع خلينا نبدأ نعمل كمبيوتر كامي نعمل الكمبيوتر اللي هو مبني على التفاعلات الزرية لان احنا هنعمل البروسوسور بتاعنا ده من التفاعلات الزرية مش لازم نعمله من الدواري الكهربية المشكلة الكبيرة كانت فين ان احنا عندنا فيه ظهرة غريبة جدا في الكام اللي هو ميكانيكا الكام انت عندك في الكمبيوتر العادي اللي احنا بنشتغل عليه بنعتمد حاجة اسمها النظام الصنائي اللي هو الصفر والواحد دايرة دايرة بتقفل بتديني الواحد بتفتح تديني الصفر وكل الالجوريزم اللي بتشغل الكمبيوتر مبني على الصفر والواحد الكوانطم دا في عندي صفر والواحد وبين الصفر والواحد عندك ملايين الاحتمالات دكتور انا حاسة ان انا دخلت جوا معمل تكنولوجي ويعني ادراكي مش مش جايب قولي الكلام كده باللغة الدرجة نفهمه احنا عاديين مع بعض صباح الخير الاول على حضرتك خلينا نقيت كل اللي تقال دا باللغة العربية السهلة البسيطة احنا عندنا كمبيوتر كمي يعني ايه كمبيوتر كمي حاجة صغيرة وبعدين صغيرة خالص حاجة صغيرة بتقدر تعمل العمليات اللي ممكن تعملها الكمبيوترات اللي في الكم كله دي تقدر تعملها في كمبيوتر صغير خالص ما نشوفوش بالعين مجرد دا الكمبيوتر كمي شوفت بسيطة خالص زيه وبقت اسهل شجل تبوس اه 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 ازاي بقى يعني احيا لا يرى بالعين المجردة ولكن اكيد حيبقى عشان نقدر نتابعه عشان نقدر نرسيف المعلومات او عشان نستقبل هذين المعلومات لازم حيبقى له ايه بقى شكل انترنت بقى احنا بنتحكم فيه عن بوعد يعني هو الكمبيوتر تحت الميكروسكوب بيشتغل مبني على التفاعلات الزرية فيه حاجة اسمها الكيوبت بتاعته احنا عندنا دلوقتي الكمبيوتر ده في حاجة اسمها البيت المعلومات بتاعتنا هنا فيه حاجة اسمها كيوبت يعني كوانطم بيت الكوانطم بيت ده اللي هو يقدر يعملي عمليات كتيرة جدا في نفس الوقت يعني الكمبيوتر الحالي اللي احنا بنشتغل به بيعمل العمليات كلها ورى بعض وبياخد وقت عشان ينفذ العمليات الكمبيوتر الكمي ده يعمل كل العمليات اللي احنا عايزينها في نفس الوقت بيشتغل على التوازي مش على التوازي كأنه عنده احتمالات كتير فهو يقدر يعمل كل الأشياء اللي احنا نتخيلها واللي ما نتخيلهاش في وقت صغير جدا حتى الكمبيوتر الكمي قدر انه هو يكسر بعد التسريب بتاع سنودن بتاع العميل السابق بتاع الاس سي اي ال انه امريكا خلاص بتطور الحسب الكمي ومن بعدها من 2014 بدأ العالم يهتم بالكمبيوتر الكمي لانه هو يقدر يكسر التشفير بتاع اي معلومات يقدر يوصل لتحليل البيانات يعني لو عندي بيانات كتيرة جدا وبيانات ضخمة جدا عشان احلل البيانات محتاج كمبيوترات عملاقة ده يستخدم في ايه بقى وبياخد الباور بتاعه منيه يعني انا قد كده اه اكيد مش هجيب سلك قد كده او مشترك قد كده علشان حاجة قد كده اه ازاي الكمبيوتر الكمي طبعا التطبيقات بتاعته لحد الان في معالجة البيانات يعني انت طبعا مش هيبقى الاستخدام العادي طبعا يعني الكمبيوتر وليوش وحكمة مش هيبقى عند الناس زي الكمبيوتر الحالي عشان يستخدمونه بعدنا احنا ما نعرفش التكنولوجيا مش سايب حد في حاله والتطور الوقت مش سايب ممكن نستخدم ما نعرفش بعدين ايه ممكن يحصل لكن هو مثلا من ضمن التطبيقات الكبيرة جدا بتاعته انت عندك الكمبيوتر فيه قوة هائلة قوة خارقة وانت مش شايفه بالعين المجردة وممكن تعمله بشكل صغير جدا يبقى اصغر من المسافة بين الخليتين انت تقدر تحقنه في الوريد ويروح لاي مكان في الجسم يعمل عملية ويخلص ويطلع من غير ما يجرع دي من التطبيقات لا لا التطبيقات الكبيرة جدا بتاعت الكمبيوتر الكمي اللي شغاله في العالم يعالج تطبييا يخش كده ده ده احسن تطبيق ليه ليه كمان تاني انا عندي داتا ضخمة عندي دلوقتي البيانات حاجة اسمها البيك داتا عندي بيانات العالم ملايين بتستخدم الانترنت ملايين بتدخل معلومات بتطلع معلومات دي برضو محتاجة معالجات ضخمة جدا في الكمبيوتر الكمي ممكن يعالج الحاجات دي بالسولة جدا يبقى معالجة البيانات نقدر نعملها عن طريق الكمبيوتر الكمي بشكل آمن وأسهل بكتير جدا من الطريقة الحالية الاتصالات الكمية احنا ممكن الاتصالات بتزيد كل يوم بتتطور الاتصالات عن طريق الكم حاجة تاني مختلفة خالص لان انت بتتكلم على نوع جديد من انواع الاتصالات يتميز به السرية العالية جدا يتميز به أسرع بكتير جدا من الاتصالات اللي موجودة الحالية وصل العالم حاليا انه يقدر يعمل اتصالات كمية لأكتر من 150 كيلو متر نقدر نتصل عن طريق الكم المعلومات المرسلة عن طريق الكمبيوتر الكمي ده محدش يقدر يخترقها خالص ما فيش اي قوة ولا اي برامج تقدر تخترق لحد الوقت الحالي يعني يعني هو متوقع طبعا مدام تم اختراحها يبقى اكيد حيتم اختراحة الشيء البديل لكن دكتور هي شيء غير غير المعتاد وغير مألوف والفقرة فعلا زي ما كان مصطفى بيقول في البداية خيال علمي يعني ولكن خلينا نقول وقع الامر احنا فين من القصة ذي وقع الامر هو لحد دلوقتي الكمبيوتر الكمي الشركة الوحيدة اللي انتاجت انا بقول اسم الشركة مش نوع من انواع الدعاء ولا حاجة اللي هي الائي بي ام عملت كمبيوتر كامي متكون من خمسين كيوبيت الذاكرة بتاعته وثبتوا للعالم كله يستخدموا فريق يعني اي واحد عايز يستخدم الجهاز دي يحل البيانات يختبر اي حاجة ممكن يشترك على الكلاود ويقدر يختبر الحاجات عنده فيه جوجل فيه مايكروسوفت عملوا كمبيوتر كامي بس فيه مرحلة بدائية التنافس الحقيقي اللي في العالم اللي موجود في الكمبيوتر الكمي حاليا والتطوير اللي ماشي بين امريكا وبين الصين هما الاتنين اللي قدروا يوصل تتر بقى يعني زي كومبيل النووية يعني مش متاح للمعرفة يعني انا بابتكر باخد خطوات لغاية لما ابتكره واعلن انا ابتكرته لكن مش بقى مش موجود على الانترنت يعني ان انا ازاي اعمل كمبيوتر كامي الفكرة ازاي تعمله موجودة بس اعمل ولكن محتاج محتاج امكانيات ضخمة جدا كاميات ضخمة جدا عشان انك انت تقدر تبني معامل عشان تنتج الكمبيوتر الكمي تكلفته قد دي لا تكلفة ضخمة جدا تكلفة هو بدأت بس التطبيقات بتاعته تطبيقات يعني دلوقت هيبقى فيه كونتم ويندو هيبقى فيه كل الحاجات لانظمة التشغيل اللي احنا عارفينها على الكمبيوترات العادية دلوقتي هتبقى كونتم من ناحية التانية يعني نظام مختلف سيستم مختلف طريق التعامل مختلفة بدأت يعمله حاجة اسمها كونتم جينيريتور كونتم جينيريتور ده يعني تعمل ايه انت عندك مؤسسة مثلا وعندك معلومات حساسة مش عايز حد يعرف فبتجيب لي كونتم جينيريتور ده زي الفلاشة كده بتركبه على الأجهزة بتاعتك يأمن كل المعلومات احنا كل الحاجات دي افتراضية انا بسأل احنا فين من القصة دي كلها حضرتك أستاذ المعلوماتية الكمية احنا بالفعل قصة المعلوماتية الكمية دي موجودة عندنا وبتدرس بالجماعات احنا فين بقى على واقع التطبيق واقع التطبيق احنا في مصر عندنا مجموعة كبيرة شغالة كونتم كومبيوتر ولكن الشغل لازلنا في المرحلة النظرية احنا لسه ما عندناش المعامل اللي نقدر نصنع فيها الكونتم كومبيوتر واعتقد ان احنا ماشيين في الاتجاه ده يعني كانت فيه مبادرة قوية جدا اللي اتعاملت من الرئيس اللي هي عندنا الاكاديمية المصرية لعلوم الرياضية من ضمن الحاجات اللي هتهتم بيها لانه هو اساس رياضيات كلها خوارزميات بتتعمل فجزء من اهتمام الاكاديمية ده هيبقى الموضوع بتاع الكمبيوتر الكمي والسايبر سيكوريتي اللي هو الامن السايبران لانه كونتم كومبيوتر الكمبيوتر الكمي ده ضرب كل مفاهيم الامن السايبران يعني انت بتأمن معلومات بتأمن بيانات بتتعالج بيانات كبيرة الكمبيوتر الكمي جاء ده خلك متغير جديد يعني انتم تؤهلون الافراد بحيث انهم يبقوا قادرين على التعامل مع هذه التكنولوجيا يبقى انت عندك القدرة انك انت تبقى فاهم ازاي انك انت تعمل ناش يوم الايام ده تخصص موجود بالفعل في جامعة سواج والدكتور دراسة يعني ده مدى بقى دكتور ولا قسم كامل مبنية على حاجة اسمها ميكانيكا الكام يعني الاساس بتاعه ميكانيكا الكام نحن بندرسه بعد كده بنتخصص في المعلوماتية الكمية انا حصل على الدكتوراه في المعلوماتية الكمية ماكس بلانك في المانيا من فترة فعشان كده انا مهتم بالموضوع طب اديني اسوأ ملاش اسوأ اديني كل السينريوهات الشريرة للتعامل مع الكمبيوتر الكمي من اول كل اللي سمعناه من بيل جيتس الايلون ماسك الكل ما قيل في النظريات بتاعة مؤامرة الكورونا انهم حيحطونا جوه اللقاح ده لا يكون جوه لا هو طب تقول لي قد كده اخطر حاجة في الكمبيوتر الكمي البحوث اللي شغالة في العالم انه هو ممكن يوصل لمرحلة انه يقدر ياخد نسخة من ذاكرة الانسان ويعمل لها تحليل ويعرف الذكرات بتاعة البشر دي اخطر حاجة واخطر تطبيق اللي هو شغال دلوقتي استخدام الكمبيوتر الكمي انا ليه بصله على انه خطير ليه ما نقولش ان ده المتنفس لمرضى الزهايمر واهليهم انه هو بشكل او باخر بدل ما نقول انه هو السيناريو الشرير خلينا نقول السيناريو الطيب ان دي قبلة الحياة بالنسبة للمريض الزهايمر اللي فقد الذاكرة واهله فقدوا التواصل معاه وهنا نقدر نعيد يعني بأمر الله تعالى طبعا ما فقدوا لو تم استخدامه كده زيه زي اي تكنولوجيا ليه الجانبين ليه الجانب الشرير وليه الجانب الحسن طبعا هو تطبيقاته لخدمة البشرية كبيرة جدا تطبيقات ملهاش اول من اخر يعني هو هيعمل يعني ممكن العلاق كله يتم عن طريقه ممكن الكلام اللي كنا بنسمعه ان احنا نعمل شريحة ونتحكم في الانسان عن بعد وكل الكلام ده ده حقيقي ممكن يطبق باستخدام الكوانتم كومبيوتر لانه هيدي لك قدرة كبيرة جدا هيطول روبوت يعني خليك تعمل روبوت قادر على انه يفكر وياخد قرار وانه يبقى عنده قوة كبيرة جدا عن الروبوت الحالي مثلا لانه انت عندك ذاكرة كبيرة جدا عندك تحليل يعني هو ليه مميزات كتيرة جدا بس ليه برضو الجانب التاني زيه زيه اي تكنولوجيا في الدنيا بس ما زال الجانب الحكومي مسيطر فيه ولا شركات نقدر نقول اللي شغال كلها شركات خاصة برضا عادة يعني الموضوع هيبقى برضو تجاري او هيخش في الجانب التجاري هو معظم البحث العلمي في الغرب بتبقى يعني مسيطرة عليه شركات شركات لانه هو ده ليه عائد ضخم جدا يعني الكمبيوتر يكمي اول ما يبدأ ويدخل يبقى في تسويق ده هيبقى من الحاجات اللي ليها عائد غير معقول يعني فلذلك دخل فيه شركات كبيرة جدا دخل الحكومات باجزاء من التمويل وهو من اكتر الحاجات اللي حاليا موجودة في العالم بتلاقي تمويل يعني من كل الهيئات شو اللي عمل بالنسبة لولادنا موجودة احنا بنأهلهم لحاجة زي كده ولا الموضوع لسه بعيدة عننا الشر لا احنا عندنا مبادرات طبعا كتيرة في مصر ان احنا بنأهل الاولاد لانه ماهو ده هيدينا برضو انطباع ان احنا دخلنا التزاوج اللي حصل ده بين الذكاء الاصطناعي وبين الكمبيوتر الكمي والوظائف اللي هتنتهي والوظائف اللي هتطلع فاحنا مطلوب مننا كلنا المبادرات اللي موجودة حاليا في الدولة مطلوب مننا احنا كافراد نحنا نوجه اولادنا للتخصصات دي يعني لازم يبقى عندنا الجيش القوي جدا من المبرمجين من الشباب والنشء القادرين على انهم يفهموا التطورات بتاعة الذكاء الاصطناعي والبرمجة والكمبيوتر الكمي ودول اللي هيبقوا بالمناسبة الوظائف رقم واحد في العالم في العشرين سنة القادمة الناس اللي هيتخصصوا في الجزء ده على اي حال يعني احنا كنا مع فقرة من الفقرات اللي بنتكلم فيها عن المستقبل صحيح احنا بندرس هنا التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبندرس الحاسبات الكمية وبندرس النظريات ولكن حتى الان طبعا ما عملناش حاجة زي كده انت كمبيوتر لا يورى بحجم العين يعني ازاي مش منتكلم بقى انه يبرد نفسه وفي مروحها لا لا احنا تعدينا القصة دي وازاي بيجيب الباور كل الكلام ده اسرار النظرية انك تعمل حاجة زي كده لسه فيها بتتنافس ديوة الوقوتة الكبيرة ولكن يعني يبقى الكلام عنه صراع ما بين الخير والشر هل هيستخدم كأداة خير ولا هستخدم كأداة شر شكرا لك دكتور محمود عبدالعطني برئيس الاتحاد الافريقي للرياضيات واستاذ المعلوماتية الكامية في جامعة السهاج كلمتنا عن الكمبيوتر الكامية وضفتنا معلومات ربما لم نكن نعلم عنها شكرا لك جزيلا شكرا شكرا